بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الثالث السنة ومع حل التطبيقات الوحدة السابعة من كتابنا كتاب البرهان الوحدة الأخيرة في النحو تطبيقات على درس البدن ربعمية اتنين واربعين واحد هذا الكتاب المفيد الجملة الثانية هذا الكتاب مفيد فرق عربيا بين كلمة الكتاب في المثالين طبعا هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ الكتاب خبر ممكن أن أقول لك هذا الصديق هذا الكتاب يبقى مبتدأ وخبر والمفيد نعت مرفوع علامة رفع الضمة في المثال الثاني هذا الكتاب مفيد هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ الكتاب بدل مطابق مرفوع علامة رفع الضمة مفيد خبر هنا طبعا رغم أن ده في ألف ولام وده في ألف ولام ولكن في المثال الأول هذا الكتاب هذه الجملة مفيدة مبتدأ وخبر لم يكن هناك ما يتم من معنى حتى نستغني عن كلمة الكتاب لكن في المثال الثاني جاب لي كلمة نكره بعد كلمة الكتاب يعني نجوز أن نستغني عنها يبقى ستعرف الأولى الخبر والثانية بدل وما عندي شغر هي خبر واحدة على طلحن بعد جيم داني تفضل عندي رقم ألف خبر وبدل يبقى إحنا واحد خدنا رقم أنف خبر وبدل بين أصيب أخي ساعده والجملة الثانية أصيب أخي فساعده حدد أغراب كلمة ساعده بالترتيب طبعا في الجملة الأولى أصيب فعل ماضي مبنع الفتح أخي فعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة ساعده مقصود بها كلمة الساعد هنا طبعا بدل بعض من كل مرفوع علامة رفع الضمة يبقى أنا هنبعد أعمل لي باكل أهما أمر وعمل لي جيم فعل أمر في البداية ولكن عندي كده ألف وعندي دال الجملة الثانية أخي فاعل فساعده يعني أم نطلب منك أن أنت تساعده يبقى ساعد فعل أمر مبنى على السكون والهاء ضمير المتاصل مبنى في حال نظم مفعول به والفعل ضمير المستطر تقديره أنت بحنا بناخد رقم دال اتنين خدنا رقم دال بدل وفعل أمر ثلاثة المؤمن نفسه مطمئنة والجملة الثانية المؤمن نفسه مطمئن حدد أعراب كلمة نفسه بالترتيب طبعا المؤمن مبتدأ نفسه هنا طبعا ما هيشحين فنقول المؤمن مطمئنة وبالتالي كلمة نفسه هنا هتكون مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفع الاتضمة والهاء الضمير المتاصل مبنى في محال نجار مضاف إليه مطمئنة خبر المبتدأ الثاني والجملة المبتدأ الثاني وخبره في محال نرفه خبر المبتدأ الأول يبقى أنا كده هنبعد رقم آلف عامل هالي التوكيد في أول واحده ورقم دال عامل هالي التوكيد تفضل عندي باء وتفضل عندي جيم الجملة الثانية المؤمن نفسه مطمئن لو حزفنا كلمة نفسه وقلنا المؤمن مطمئن جملة مستقيمة مبتدأ وخبر يبقى نفسه نفسه توكيد والهاء الضمير المتاصل مبنى في محال نجار مضاف إليه يبقى احنا خدنا رقم جيم عربنا مرة مبتدأ والجملة الثانية عربناها توكيد يبقى ثلاثة خدنا جيم أربعة أحببت صديقي أحمد كأن الجملة بتقول أحببت الصديق أحمد فهنا بدل يبقى حنبعد مفعول حنبعد مفعول تفضل عندي بدل في باء وجيم الجملة الثانية أحببت أحمد صديقي طبعا عايزين أعرب كلمة أحمد أحمد هنا هتكون مفعول به يبقى احنا بناخد رقم جيم بدل ومفعول به يبقى أربعة أخدنا رقم جيم خمسة الفاكهة طعمها حلوة والجملة الثانية الفاكهة حلوة طعمها حدد أعرب كلمة طعمها بالترتيب طبعا الفاكهة مبتدأ طعمها منفعش نقول الفاكهة الفاكهة حلوة يبقى طعمها مبتدأ ثاني مرفوعة لم ترفع الضمة والهائة الضمير متصل مبت في محل جارة المضافئنية وحلو خبر المبتدأ الثاني والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول يبقى أنا حنبعد باء بديل بخبر منبعد دال بادي ببدل يبقى أنا عندي مبتدأ وعندي مبتدأ بعدين الفاكهة حلوة جملة مفيدة مبتدأ وخبر طعمها طبعا بدل بدل اجتمال يبقى حنقول بدل اجتمال مرفوعة لم ترفع الضمة يبقى أنا بناخد مبتدأ وبدل يبقى احنا خمسة اخدنا رقم جيب مبتدأ وبدل أربعين أقدر مصر يبقى مصر رجالها طبعا بدل بعض من كل والواو وبعدين أختار نساءها الهمزة تكون على السطر لأن هي هتكون اسم معطوف منصوب يبقى التكملة الصحيحة نساءها خدنا رقم ألف يبقى ستة خدنا رقم ألف الهمزة تكون على السطر لأنها مفتوحة أحب في البحر موجه حدد عرب كلمة موجه في الجبنة السابقة طبعا هنا موجه رغم أن هي جزء من البحر ولكن هنا طبعا لا يجوز أن أعرفها أبدل فهي هنا موقحة مفعول به لأنها أحب موج البحر يبقى موجة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة يبقى سبعة خدنا رقم دال سبعة خدنا دال مفعول به تمانية إن الخليفة عمر كده استقام المعنى فقلت إن الخليفة عمر يبقى إن حرف ناسخ الخليفة اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة عمر خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة يبقى أنا حنبعد ألف ونبعد با اتفضل عندي الأولى خبر يا جيم وده بدئن بخبر إن الخليفة عمر يتصف بالعدل لو حزفنا عمر وقلنا إن الخليفة يتصف بالعدل يبقى جملة خبر يبقى عمر بدل يبقى احنا تماني أخذنا رقم جيم خبر وبدل تسعة العلاج لتلك المشكلة هو سيطرة القيم الروحية أعرف كلمة المشكلة طبعا تلك الإعراب لتلك هو السيطرة هنا بدل مطابق مجرور على منجر الكسر بحنا خدنا جيم تسعة خدنا رقم جيم أجبت الامتحان أسئلته سهلة الجملة الثانية أجبت الامتحان أسئلته السهلة حدد عرب كلمة أسئلته في موضعيها بالترتيب طبعا أجبت الامتحان أسئلته سهلة هنا طبعا من فاشنقول أجبت الامتحان أسئلته يبقا هنا سهلة أو يعني كنا هتكون مبتدأ يبقا هنا من بعد بدل ومن بعد بدل يتفضل عندي مبتدأ ومبتدأ بعد كده عمل لي هنا أجبت الامتحان أسئلته السهلة يبقا هنا بدل بدل بعض من كل هنا هنأخذ رقم رقم جيم يبقا عشر أخذنا رقم جيم ذلك العمل يرفع قدرك الجملة الثانية يرفع العمل قدرك يعرف ذلك الجميع حدد أعراب ما بعد اسم الإشارة في المثالين طبعا ذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ويه الكاف للخطاب ويه عندي العمل هتكون بدل بدل مطابق مرفوع علامة رفع الدم هو في بديل في الأربعة بدل الجملة الثانية يرفع العمل قدرك يعرف الجميع ذلك يبقى الجميع موقح فاعل وذلك اسم إشارة مبنى في محل النظم مفعول به يبقى هنأخذ بدل وفاعل يبا احنا خدنا رقم جيم 11 خدنا رقم جيم بدل وفاعل أصيب أخي ساعده الجملة الثانية أصيب أخي فساعده بين المحن الأعرابي للضمير المتصل ها في كلمة ساعده طبعا هنا أصيب أخي ساعده يبا هنا الضمير المتصل مبنى في محن جر مضاف إليه يبا أنا حنبعد نصب ونبعد نصب تفضل عندي با وتفضل عندي دال وهنا الهاء متصلة فعل أمر يبا ضمير متصل مبنى في محل نصب يبا 12 خدنا رقم دال الضمير في محل جر مضاف إليه وفي الجملة الثانية الضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به أصبحت تنظيم الأسرة ضروري للحد من الانفجار الانفجار السكاني بكلمة الانفجار الثانية طبعا للحد من الانفجار كده استقام المعنى الانفجار يبا بدل مطابق مجرور علامة جر الكسرة يبا احنا خدنا رقم باء 13 خدنا رقم 13 ينتفع الطالب النابه بالمعلم علمه ميز مما يعراب كلمة علمه طبعا لو قلنا بالمعلم استقام المعنى علمه متصل بها ضمير يعود على المعلم يبا بدل اجتمال مجرور علامة جر الكسرة والهيئة ضمير متصل مبنى في محنة جر المضاف إليه منفعش لا توكيد ولا بدل بعض من كل ولا توكيد معنوي يبا احنا خدنا بدل اجتمال يبا 14 خدنا رقم جيم 15 حدد مما يلي الجملة المجتملة على بدل مطابق هنا قرأت القصيدة القصيدة الغزلية قرأت القصيدة استقام المعنى ثم أتيت بنفس الكلمة لكنها بدل أو معرفة أو نكرة كده يستقيم المعنى فهي تعرف بدل مطابق يبا عبارة كده صح نصق البستني الحديقة أشجارها ده بعض من كل بعض من كل تعطلت الطائرة محركها بعض من كل أعجبني شعر أمير الشعراء نظمه اجتمال يبا الجملة المجتملة على بدل مطابق هي رقم ألف قرأة القصيدة القصيدة الغزلية عندما أقول أحب اللغة اللغة العربية استقام المعنى أحب اللغة العربية لغة القرآن استقام المعنى يبا ده كده بدل مطابق 16 أي من الجملة الآتية لم تجتمل على بدل مطابق أدهشني هذا الطائر لو حزفنا هذا وقلنا أدهشني الطائر استقام المعنى بدل مطابق أدهشني صوت طائر الببغاء أدهشني الطائر طائر الببغاء دي كده بدل مطابق هنا الببغاء بدل مطابق أدهشني الطائر سرعته نطبعا ده اجتمال يبا نحنأخذ رقم دال الجملة التي لا تجتمل على بدل مطابق 16 خدنا رقم دال 17 صفحة 444 بهرتني معاني القصيدة حدد الصورة الصحيحة لجملة تحويل الفاعل إلى بدل يبا بهراني في القصيدة معناها ده كده طبعا معناها هنا فاعل يبا نفس الفكرة لفوق بهراني معاني القصيدة بهرتني القصيدة معنا معنا هنا تمييز بهرتني القصيدة في معانيها ده طبعا اسم مجرور بهرتني القصيدة معانيها يبا 17 خدنا رقم دال هي ده كده اللي حتى تكون بدل بدل اجتمال 18 حدد مما يلي الجملة المجتملة على بدل حضر الأب نفسه ده كده توكيد حضر الأب الصالح ده نعت حضر الأب وصديقه كده عطف حضر الأب أبي هنا طبعا الجملة اجتملت على بدل بحيث أننا لو قلت حضر الأب استقام المعنى أبي خلاص يبا بدل لو حزفنا الأب وقلنا حضر أبي استقام المعنى طبعا علامة البدل المطابق أن البدل يحل محل المبدل منه ويستقيم المعنى وقلت حضر أبي استقام المعنى إن أبي بكرا محبوب الجملة الثانية إن أبا بكر محبوب حدد عرب كلمة بكر بالترتيب هنا طبعا أبي اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة بكرا ده بدل ده كده إيه بدل طبعا هو واحد يعني كده أبوه اسمه بكر هنا طبعا هتبقى تعرب إيه بدل يبقى كده هنبعد ألف ونبعد جيم بعدين الجملة الثانية إن أبا بكر أبا بعد إن وفيها ألف يبقى اسم إن منصوب علامة نصبه الألف لأنه اسم الأسماء الخمسة وما اللي بعد الأسماء الخمسة يعرب مضاف إليه يبقى إحنا خدنا رقم باء في 19 خدنا رقم باء بدل ومضاف إليه 20 حدد مما يلي الجملة المجتملة على بدل مطابق حفظت القصيدة أبياتها الجميلة هنا دية اجتمال يحج المسلمون الكعبة البيت الحرام ده كده بدل مطابق طبعا الكعبة هي البيت الحرام استمتعته بالبحر موجه ده كده اجتمال قرأت القرآن آياته بعض من كل هنا يبقى إحنا هنأخذ رقم رقم باء الجملة التي تجتمل على بدل مطابق حدد مما يلي الجملة المجتملة على بدل بعض من كل قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ما فيه هنا طبعا بدل اسلق الطريق الصحيح طريق العلم ده كده بدل مطابق الدنيا يومان يوم فرح ويوم هم وكلهما زائل طبعا بدل التفصيل ده صورة من صور البدل بعض من كل إذا جالك إجمال وبعده تفصيل يبقى على طول ده بدل بعض من كل احترم المواطن حرصه طبعا حرصه هنا اجتمال يبقى احنا بناخد رقم جيم 21 خدنا رقم جيم الجملة المجتملة على بدل بعض من كل الدنيا يومان يوم فرح ويوم هم وكلهما زائل 21 حدد مما يلي الجملة المجتملة على بدل اجتمال قرأت الكتابة معظمه ده بعض من كل استخلف الفاروق عمر بدل مطابق أكره البيئة تلوثها ده اجتمال هذا التلميذ يزاكر واجبه طبعا بدل مطابق يبقى احنا خدنا رقم جيم 22 خدنا رقم جيم 22 نصقت الحديقة شجرا حدد الصورة الصحيحة لجملة بعد تحويل التمييز للبدل طبعا شجرا تمييز يبقى نصقت الحديقة بالأجدار ما تنفعش تمييز نصقت الحديقة أجدارها كده بعض من كل نصقت أجدار الحديقة ده كده فاعل ده كده مفعول به أجدار نصقته من الحديقة الأجدار نصقت الأجدار من الحديقة مفعول به يبقى الجملة المجتملة على عند التحويل من تمييز لبدل يبقى ناخد رقم جيم 23 خدنا رقم جيم 24 دعيت إلى ذلك الحفل بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية لغة القرآن الكريم وأبهجني العلماء الحاضرون علمهم وخلقهم اجتملت عبارة السابقة على أكثر من بدل حدد كل بدل المبينة النوع كل نوع كل ذلك الحفل الحفل بدل مطابق مجرور وعلامة جره الكسرة عندي لغة طبعا كده بدل مطابق مجرور وعلامة جره الكسرة أعجبني الحاضرون علمهم هنقول علمهم بدل مرفوع علامة رفعه الضمة والهياء الضمير المتصل مبنى في محل جر مضاف إليه إذا اخذنا عندي الحفل عندي لغة عندي علمهم 25 لذلك العالم مكان عظيم لذلك الجميع يحترمونه يا رب ما بعد اسم الإشارة ذلك في الموضعين طبعا لذلك العالم العالم بدل مطابق مجرور وعلامة جره الكسرة لذلك الجميع يحترمونه الجميع هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو أعجبك الفيديو عجاب وشارك الفيديو مع الزملائك وانتظرنا في القادم إن شاء الله